موسيقى هو النسب موضوعه هو يعني فيه مجموعة دي النقاط أنا تحدث عن النسب هو أن مثلاً واحد الإنسان مع واحد الإنسانة كانت تتربطهم واحد العلاقة ربما خطبة بعض المرات ستكون غير علاقة بعض المرات يقدر يكون وما تقولك بأن نحن تزوجنا غيبينة نفسي وكذا فإذا هناك إشكال وهذا الإشكال بعد مرة تقدر يكون هذك سيد المرتبط بهذه السيدة هو متزوج يعني من ناحية القانونية ما يقدرش يدير ذلك تعدل لأنه عنده شروط وعنده يعني مسلزمات لما تتوفرش بهذا الشخص لو أنه يبغي تقدم بها تكون ظروف المادية دياله لا تساعده ولا تسعفه فإذا هنا تقدر يوقع حمل ومع هذا الحمل تنتج عليه ولادة فهنايا تيجي هذك الإنسان وتدير واحد العقد اللي هو إقرار ببنوة هذا الإقرار ببنوة شنو تعني؟ تعني أن هذا الإنسان تيجي عند العدل وتيشهد دليب الوثقة دياله هو أنه تيشهد بأن هذا الإبن أو لهذه البنت هو ولدة من صلبه من السيدة فلانة الفلانية وهنايا ستكون الحضور ديالها تتكون حاضرة باش تتأكد هذه الواقعة باش هذه العقد تكون عنده واحد القيمة قانونية ولكن هذا الإقرار هو من ناحية الشرعية مدى ما كان عقد زواج فحتى من ناحية الشرعية هذا الإنسان من ناحية الشرعية لا يريد لأن الذي يريد تكون علاقة زوجية يعني منضبوطة لا يجيب النفقة لأن النفقة تجيب بعقد زواج وإنما هنا يكين واحد المادة 77 مادة 78 ليست تعطي للإنسان ليوقع في حال الخطأ باش يجبر هذك الخطأ وذك الضرر كين القانون تتلتاج المادة 77 78 من قانون العقد والالتزامات باش أنها يعني هذ المرأة يعني تاخد ذك الحقوق ديالها ولكن ليست نفقة وإنما غير تعويض عن الضرر اللي تسبب فيها هذا الشخص هو إلى هذ المرأة مش تتخل تعليف شي مؤسسة من المؤسسات تدخل في إطار ذك الأطفال المهملين وهذ الأطفال المهملين كين الناس اللي ما تكونش عندهم ولدات وكذا تمشيوا لهذه المؤسسات اللي تيخدموا من هذ المؤسسات كين اللي هو مهمل يعني لقاه في الزنقة تكون جهول الأب وين وكين اللي تكون مهمل غير طرف الأب يعني ما معرفش كونه هو الأب دياله تكون عنده غير أم تتمشي انت وتتقدم بوحد طلب وهذاك الطلب يعطيك يعني بعد ما تجريوا وحد البحوت على هذ الإنسان وهذ الإنسان اللي غير تكفله ما يكونش تجره في الأطفال ما يكونش عندهم ما عندهمش علاقة بالدعارة ما عندهمش علاقة بالتسول ممكن كده وتكونوا أطراف إما مغاربة إما أجانب ولكن الأجنبي لا بد أن يتوفر فيه شرط الإسلام هنا يا باش دكشي باش كين بعد المرات اللي تكون في علاقة جوجية وتكون مموتقاش وتتزاد هذاك الإبن هنا لا بد من إعادة النظر في مسألة دي التوقيف دك عقد توبوزوجية حيث عقد توبوزوجية يعطي لهذا الإبن الحق السرعي دياله كاملا بمعنى أنه يصبح وارثا يعني مستحق للنفق إذا وقع طلق فإذا توبوزوجية ما خصناش يعني أننا نوقفوها بهذا السهولة حيث باقي مجموعة دي الحالات اللي هي أن الأولاد زادوا في إطار شرعي ولكن بما أنه توقف تقول لي شنو تدرغي إقرار بنوه بعد الزواج ولكن هذا لا ينسبو إلى الفراش لأن الزواج وهو جاقب الزواج إحنا تيجيونا بجموعة ديالناس بعض المرات مرأة مسنة أو رجل مسن ولكن هو بحكم العيش دياله في البدية وفي واحد الأماكن معينة تقدر يكون نائية تقدر هو ما هذه الوثيقات ديال البطاقة الوطنية ما تحتاجهاش ولكن مع مرور الزمن تتبين بأنك إن إرت وهذاك الإرت هذاك الإنسان تهو مرتبط به ربما هو ما بغيش هو عايش عيش دياله بعيد على الحضارة بعيد على أي شيء ولكن هذك الوارتاء ركين مبالغ ما ليه خياليه فهذاك الإنسان خصوصه ويدخل كوارث ما يمكنش مكتب إرتاء فيها استديى الناس وواحد ما عندهش لهو ينفيه يعني هنا يكون تزوير فإذاً شنو توقع هو تنجيو تنمشيو هذاك الإنسان للأقرب إدارة اللي قربة له القيادة أو لشي حتى وتنزز واحد شاهدة إدارية شاهدة إدارية فيها محمد بن فلان كذا ولكن باشي سيب بيطاقة وطنية ولي عنده تورق موطني دياله معترف به ومعروف به هنا يتيجيو الإخوان دياله حيث درعي ولي إرت يعني أنا ويقدر يمشي نجز هذه العملية فغيه بخوته وغيه بخوته وغيه بخوته وغيه بخوته وبغيه بخوته مع واحد الورطة ويقول له من دوي الحقوق ما يمكنش فإذاً نحن شنو تنديره تنطلبه من هادك سيد يجيب معاه واحد الإخوان دياله الأشقاء وهو ما تقوله تصرحه بأن هاد السيد هو رأخ ديالنا شقيق من والدينا الأب فلان ومن أمنا فلانا وعاد يجيو واثناشر شاهدت يأكدوا هاد الواقعة يعرفون السيد فلان فلاني بأن والده هو فلان وولدته هي فلانا وهنايا تكون واحد واحد الوثيقة تعتها القيد فيها صورة دياله وبالكاشر وبالتوقع بأن فلان فلان شاهدت السكنة وعاد يتقدموا بواحد طلب المحكمة من أجل استصدار حكم بديل النسب وعاد كين عندنا حالة أخرى فهاد النسب كين بعد المرات أنا بالنسبة لي مع الزوجة ديالي عندنا وليدات وعندي الأخ ديالي ما عندهش وليدات تنجي وهو تيبغي يربي واحد الوليد تيبغي يربيه خاصة يكون معروف الوليدين أنا أولى من واحد أخر لما معروف فهدنا يشنو توقع تيجي هذاك الإنسان تياخد ذاك الوليد والخطأ اللي توقع هو أنا اللي الأب دياله تنسجله في الحالة مدنية ديالي وهذاك الأخ ديالي هو تيسجله أنا تنعطيه اسميته محمد هو تنعطيه اسميته عبدالطيف متنجي ومسألة ديالإرت تلقاو مشكل تلقاو مشكل لأن هذاك الوليد مشا صيب لكارت ناشونال دياله بالبطاقة ديال الإنسان اللي تكفل به اللي هو الأخ ديالي فهنا متنجي وحنا باش نكسبو تنقاو عنده واحد جوج ديال الأسماء فهنا لا بد منسلك مصطرة ديال ديال تثبت النسب ونفي النسب تنفي النسب ديال العم وتنخلي غير النسب ديال الأب وتنتقدم بمصطرة في المحكامة باش أننا تنهي هذا الموضوع هذا بخصوص لديان بحمد النووي فهذا الأمر هذا يعني معمول به علاش عندما يكون واحد نزاع ما بين واحد سيدة مع واحد سيد هي تدعي بأن هذاك الإبن ابنه أو هذيك البنت بنته فهنايا تضطر هي باش تعزز يعني ذاك الادعاء ديالها لابد من أنها تطلب من المحكامة إجراء هذا الحمد النووي هذا الفحص ديال ديال وبه يعني تثبت وشهد سيد بالفعل الأب دياله أو لا فإذا هذا الأمر هذا أصبح الآن معمول به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر